أمس مداخلة صاحب السمو حاكم الشارقة تحدث فيها عن بعض المفردات اللي أصلها نعتقد بأنها عربية ولكن الأصل ليس عربي وضرب من ذلك أمثلة حينما قال الإبل صح؟ وقال الجمل وتحدث صاحب السمو كذلك عن الناقة والبعير قال في العربية يقال ناقة وبعير أما الجمل فهو كل ما يحمل يسمى جمل سواء ناقة أو بعير فيجوز أن تطلق لفظة الجمل على الناقة والبعير والإبل كذلك وتحدث عن أصلها ما جاء في بالنا أن في كلمة كذلك أخرى غير هذه الكلمات تستعمل كثيرا في عالم الإبل وعالم الجمال ما يفي بالنا نسأله ولكن بعد انتهاء البرنامج يعني فضلنا أن نأتي بالمعلومة هذه وسألنا صاحب السمو بعد نهاية البرنامج سألنا صاحب السمو أن يا صاحب السمو هناك شيء يسمى الهجن والبدو يسمونه سباقات الهجن صح ولا لا يا أخواني الهجن فما هو الهجن فهنا صاحب السمو يزاه الله خير المعلومة حاضرة عنده قال الهجن وأنا سجلت المعلومة عندي الهجن جمع هجين الهجن جمع هجين والهجن هو ما يهجن من الجمل الأصلي القديم هناك جمل أصلي قديم اندثر هذا الجمل وما بين الجمل ذي السنامين الجمل اللي هو موجود في بعض المناطق الباردة في روسيا ولا موجود فيه أظن فيه بعض في استراليا يمكن يكون موجود المهم في بعض البلدان مش في بلادنا يعني مش موجود الجمل والسنامين صار هجين ما بين الجمل الأصلي القديم وما بين الجمل ذي السنامين وصار الجمل اللي هو نحن نعرفه حاليا في منطقتنا ويسمى الجمل الهجين لذلك يقولون الهجن سموها الهجن والهجن مثل ما قلت جمع هجين هذه جمل هجن هجن يعني مهجنة هذه جمال هجن يعني مهجنة فنحن يقولون سباقات الهجن ويقول يا خالد اسمع خالد تاج اسمع هجن يقولون حيوا الهجن المضمراتي طلعت الهجن بل زادنا صاحب السمو معلومة قال لو سرت مركز مليحة اللي افتتح صاحب السمو الحاكم زيني احمد سلطان اخ احمد مركز مليحة اللي افتتح صاحب السمو قبل اشهر عدة هناك في المركز تم وضع صورة للجمل الاصلي ومعلومات عن هذا الهجين او الجمل الهجن بعث الاخ خالد الحمادي مصور اليوم الصباح الباكر وصور المنطقة وصور الجمل في المتحف اللي موجود نشوف يا خالد نشوف اللقطات اللي صورتها هذا القسم طبعا فيه يتكلم عن الخيول وعن الدورة الدموية في الخيول وهذا الجمل يا اخواني هذا هو الجمل اللي تحدثنا عنه قبل قليل هذا مثل ما اسلفت ما بين الجمل الهجين عفوا الجمل الاصلي والجمل ذو السنامين وفيه معلومات كذلك مصورة ظني بنشوفها الحين شوف محطوط لشيء كذا بحيث انه يعرض يعرض الجمل وحجمه واعتقد ان هذا بحجمه الاصلي يعني بحجمه الاصلي وفيه هذا شوف الجمل مثلا هنا محطوط مثلا على سبيل المثال الآية القرآنية فلا ينظرون إلى الإبري كيف خلقت ومكتوب ان حصل تطور للجمال في أمريكا الشمالية عندما تعرضت للنقراض بدخول الصيادين القارة قبل حوالي 15 ألف سنة ومذكور تفاصيل كثيرة فيما يتعلق بهذا الحيوان واعتقد بنشوف معلومات أخرى ومن مركز تطورها هاجر الجمل ذو السنام الواحد والجمل البكتيري البكتيري يمكن ذو السنامين عبر جسر بيرنغ أي كان اسمه المهم يتحدث معلومات عن الجمل بالإضافة إلى بعض العظام أو الهياكل العظمية اللي هي موجودة في المنطقة اللي اكتشفت في منطقة مليحة الآن بني كذلك على صورة أخرى شفتها قبل شوية هذه الصورة كذلك تتحدث عن تطور الجمل يتكلم عن الطقس لا جدام أظن جدام يتكلم عن تطور هذا الجمل كيف تطور هذا الجمل شوف مثلا أوقفني لو سمحت ما تقدر تأخذ شوف تهجين الجمل هذا اللي يسمون الجمل المهجن وشوفوا هذا الصورة اللي فوق قبل بس شوي ترجع لو سمحت خارج شوف الصورة اللي فوق اللي في النص هذه شعار شعار المتحف الأثار أعتقد هذا الشعار على شكل جمل طيب عطنا حين المعلومات هالي تتكلم عن تهجين الجمل هالي شوف تهجين الجمل و في معلومات تتحدث عن هذا الموضوع بحيث نتزاوج أنثى الجمل العربي مع الجمال البكتيرية ينتج عنه نوع من الجمال الهجينة هذا اللي تسمى الهجن والتي تتميز ببنية أقوى هاي نسيت أقولها بعد كذلك بأن هالي الجمال الهجينة بنيتها أقوى لذلك تم الاعتماد عليها ولم يتم تكثير أو تكاثر الجمل الأصلي فانقرض واختفى يقول والجمل سرع من الجمال البكتيرية ولابد من أن تكون ذكور الجمال ذات السنمين قد استوردت من إيران إلى جنوب شبل الجزيرة العربية في عصور ما قبل الإسلام وكانت هذه مصدر ثروة لأصحابها ورمزا للحالة أيضا كما ظهر من مدفن الحصان المزين بأقراص ذهبية في قبر مهيب في مليحة هذه كلها مكتشفات وجدت في مليحة يا أخواني شوف هذا جمل عربي شفتوا كيف نرجع شوف وقف هذا جمل عربي أول واحد على يمين ما في سنام يدوب سنام بسيط وهذا جمل هجين بخت عرفون شو البخت البخت اللي هو السنام عدل البخت اللي هو السنام وفي جمل اللي هو البكتيريا بالسنامين وارد عند النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة فالبخت يمكن السنام ويمكن يكون الجمل يسمونه بخت يعني اسم الجمل هذا بخت اللي هو الهجين كأسنمة البخت المائلة أو كما ورد عن نبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا هذا كذلك إضافة يا أخواني هذه إضافة من صاحب السمو حاكم الشارقة أمس أنا ما سألت صراحة غاب عني يعني بعد أسأله ولكن الحمد لله استدركنا الأمر وحتى بعد نهاية البرنامج وكانت الإجابة حاضرة يزاه الله خير عن صاحب السمو ولكن بل الإجابة قال بعد سيروا بيتحصلون هناك وصوروا ويعرضوا للناس فالحمد لله صورنا يا أخواني والإجابة كانت حاضرة عند صاحب السمو حاكم الشارقة ودائما يا أخواني نستفيد من معلومات الشيخ يزاه الله خير الثرية في مختلف المجالات لا سيما في المجال التاريخي والحين كذلك نشوف كيف مجال المسميات واللغة العربية وعلى فكرة يا أخواني هذا المتحف أو المركز هذا مركز مليحة حري بمن لم يزره أن يزوره يا أخواني لأنه والله بالفعل مركز متميز جدا متميز شوف هذا الآن بالمالتي ميديا أو الوسائط المتعددة يضغط عليه يقوم يوقف أظن أنه بعد نوخة ويعطيه أجزاء فأقول المركز متميز للأطفال والشباب وحتى للكبار يستفيدون من حقبة تاريخية جدا مهمة في تاريخ منطقتنا نتمنى من الجميع يزوروا على فكرة المكان مكيف كامل مغلق ومكيف فلا تقولوا والله أخاف من الحر ولا ضربة شمس ولا ضربة شمس ولا حر ولا غير ومكان جميل صراحة وكيف الآن يعطيك كل أجزاء الجمل كل أجزاء الجمل يقول اللهم أحفظ والدنا الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وأدم عليه موفورة الصحة والعافية يا رب العالمين أحمد حسين الجوهري الحمادي طيب ليش يقولون الهجن العربية الأصيلة طيب هي هجن هي هجن لكن أصيلة هي هجن عربية أصيلة لأن الهجن هو خلاص صار فصيلة من فصائل من فصائل الجمال